اتنين اشتون كارتر وزيرا للدفاع كلنا عارفين ان هاجل كان وزير الدفاع كان جمهوري والرئيس ديمقراطي ويديم المرات القليلة اللي فيها الرئيس بيختار وزير دفاع لتوجه اخر هاجل قاعد شوية في وزارة الدفاع وبعدين خرج مؤخرا كلنا كنا في انتظار يترى مين وزير الدفاع الامريكي الجديد وإيه فكره السياسي اتعين وزير الدفاع امريكي جديد اسمه اشتون كارتر اشتون كارتر درس الفيزياء هو خريج جامعة يل بعد كده اخذ دكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة اوكسفورد بعد كده درس في هارفرد وستانفورد يعني سيرة ذاتية علمية رفيعة اشتغل في الجيش الامريكي في ادارة الرئيس كيلينتون وبعد كده كان ماسك مشتريات وعمليات داخل الجيش الامريكي طبعا ادار قبل كده ماليا عدد كبير جدا من الناس لان الموظفين في وزارة الدفاع الامريكية عسكريين ومدنيين حوالي اتنين ونص مليون موظف الميزانية السنوية للجيش الامريكي حوالي ستمائة مليار دولار فعنده خبرة كبيرة جدا في ادارة البنتاجون هاجل قبل كده كان متفهم ومدرك حقيقة ما جرى في ثورة 30 يونيو المجيدة كان مدرك انها ثورة شعب قام ضد النظام السابق لكن يترى وزير الدفاع الجديد مدرك حقيقة ما حدث في مصر ولا يترى هيكون عنده مزاج اخر معروف انه سوزان رايس شرط الامن القومي كان موقفها دائما لصالح الاخوان المسلمين وهاجل الى حد كبير كان عنده حقائق ومعلومات شايفها كويس جدا ان ده خروج شعب على نحو غير مسبوك لاسقاط رئيس فهل يترى وزير الدفاع الجديد حينحاز لرؤية سوزان رايس ولا يترى هيكمل رؤية هاجل لسيما انه عنده علاقة ممتازة بدول الخليج هنشوف انما المزاج المؤيد للاخوان المسلمين في اليدارة الامريكية بيتصاعد يوما بعد يوم